اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعمل فقرات او مجموعة من الحلقات نقول فيها ازاي بشكل عام نجمل حياتنا يعني احنا النهاردة مثلا هنتكلم عن البلكونات البلكونات هو مكان جميل جدا في بيتنا هو متنفس بنطلع نشرب فيه كوباية الشاي بتاعة العصر ولا نسبع فيه اي حاجة كده جميلة تروق عصابنا من الضغط اللي علينا في الحياة بشكل عام اول حاجة اهم احب اعرف حضراتكم ان فيه فريق من كلمة بلكونا وتراس التراس هو البلكونات اللي ملهاش سقف يعني البلكونات لو ملهاش سقف فوقها يبقى اسمها تراس البلكونات لو فيه سقف فوقها يبقى اسمها بلكونات لو هي في الدور الارضي زي ما احنا بنشوف كده في الافلام بتاعة زمان الدور بتاع العمدة اللي في الدور الارضي بيسمها فرندا وساعد بنو عليها فرندا بالفلاح يعني احنا محضرين بقى مجموعة من الصور عشان نتكلم على الصور على طول كده ونقول لكم الأفكار وندخل في الأفكار على طول ونقول لكم إيه الجديد وإيه اللي بتعامل في البلاكونات البلاكونات زي ما قلت لكم بقت هي المتنفس اللي انت النهاردة بدل ما بنحط فيها كراكيب لا احنا النهاردة ممكن نحولها لمكان جميل جدا ونخليها من أروع ما يكون ومن أحسن الأماكن اللي موجودة في حياتنا هذه أول صورة معنا مثلا موجودة هنا هو هنا حاطت طبعا كل الحاجات دي تصناعي يعني كل الزرع ده صناعي هو فيه جزء متبلط وجزء فيه نجيلة وجزء فيه أحواط زرع ممكن نعمل حاجة بالشكل ده طبعا الصور هننزلها لقوا على صفحة ناشط معماري اللي احنا بنطلع عليها لايف لأن في صفحتين ناشط معماري دلوقتي فيه صفحة قديمة ديت خلاص ديت قافلت الصفحة الجديدة بقى اللي احنا هنطلع عليها لايف بنطلع عليها لايف بعد الحلقة وهنطلع عليها لايف كتير جدا انا بس كنت عايزة اقول حاجة بس انا نسيت زي ما بيقولو اول حاجة احنا يوم 14 اكتوبر هو يوم عيد المهندسين المصريين و احنا قلنا الحلقة اللي فاتت انا اكتفيت بدا ان سبب اختيار هذا اليوم هو الشهيد الوطل احمد حمدي رحمة الله عليه وعشان كده كل المهندسين المصريين بيحتفلوا بدا يمكن هيبع عندنا لايف انا لسه معرفتش هعمل ايه بس معرفتش هطلع فين بس ممكن اطلع من المكتب عندي ممكن اطلع من اي مكان لسه ما قرناش المكان هطلع منه لكن هنتكلم فيه عن نقابة المهندسين ودورها بقى ونحكي للناس نعرف الناس نقابة المهندسين ودورها ايه يوم 15 اكتوبر هو طلع اليوم العالمي للعصاء البيضاء العصاء البيضاء هي العصاء اللي بيمسكها من كف بصره فانا كنت حابب كمان انوه ان يوم 15 اكتوبر هو اليوم العالمي للعصاء البيضاء تحية كبيرة جدا لكل الناس اللي كف بصرها النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بان من فقد احدى محبوبتيه اللي هم واحدة من عينيه داخلها لاعود عنها الجنة فربنا سبحانه وتعالى يكون كاتب لنا كلنا الجنة ويكون كاتب لهم ايضا الجنة كمل الصور بقى واحنا نوهنا عن يوم العصاء البيضاء هنا مثلا معمول زي لوفر مجموعة الخطوط اللي بتبقى في الحيطة دي بالخشب دي اسمها لوفر هو معلق عليها مجموعة زرع ممكن يبقى زرع طبيعي ممكن على فكرة نزرع حاجات نعناع بقدونس جرجير الحاجات الجميلة بتاعتنا الخفيفة ممكن نزرعها كمان وتبقى شكلها جميل وتعمل خضرة ايه اللي باعته ايه اللي باعته اه انا دلوقتي عايز اشوي ليه ما اطلعش كده هوت ونطلع انا وزوجتي انا وزوجتي واولادي ونجيب اي حاجة بسيطة كده نشويها في شواية صغيرة خلص نعلقها على البلكونة تحتها شوية فحمه وده خلي بالك هو ده اللي هيعمل الورم هو ده اللي هيعمل الدفا في البيوت وهو ده هو ده اللي احنا عايزينه والله هو ده اللي احنا عايزينه هات اللي بعده اه انا هنا الراجل استغلي البلكونة انها مش حدش هطلع فيها الا لو هياخد الخطوطين اللي على الكام حجر اللي موجودين دول بس هو شبه قفالها وخليها كلها ازاز وهو عايز يستفيد بها وقاعد جوه يبقاعد شاي في المنظر ده قدامه دي فكرة كويسة جدا دي فكرة حلوة انا ممكن اعمل كنب زي كده ده انا كمان في صور تانية هوريكوا ان الكنب ده ممكن نستخدمه في التخزين يعني ممكن اعمل كنبة دكة احض عليها واشرب الشاي واذاكر للأولاد ونخرج برا جول الشحن والضغط العصر دي برضو بلكونة تانية فيها برضو مشاية معمولة مجموعة من الحجر متقطع بشكل عشوائي وعامل فيها مشاية ممكن يكون هيوصل في الاخر مثلا الستاند بينشر عليه تلفزيون قاعدة معرفش ايه ده طبيعي هنا عملنا تعليقة التعليقة دي عبارة عن بوكسات مرة تربطت بعدها بشاسة حديدة شكلها ظريف خالص وجميلة جدا جدا وفيها زرعة برضو ممكن لبزرعة صناعي ممكن لبزرعة طبيعي مجرد وجود الول الأخضر احنا قلنا ان هو بيريح القلب هنا معمول قاعدة جميلة هيت بطرابيزة صغيرة للشاي وهناك في الاخر في راديو دا ولا ايه حاجة برضو معمولة مقصودة ووحدات انوارة قريبة علشان خاطر لو انا عايزة اقرأ ياريت نقرأ كلنا لو سمحت ونقرأ قرآن كريم نقرأ كتب نقرأ 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 ونتفقف هنا بلكونة تانية برضو بفكرة تانية انا مش هاور غير الحاجات اللي فيها افكار جديدة هنا برضو بلكونة بس هنا برضو يعني معمول الوان فيها لمعان شوية ودي دي حاجة كويسة جدا عشان برضو نبقى بنرضي الازواء الناس بتحب الالوان الفلات او اللي هي ما فيهاش لمعان والبرضو الالوان اللي الشايني والحاجات اللي ازا كده هنا برضو بلكونة من جوه هي هو عامل ارضية وعامل نجيلة وعامل اللوفر يعني عامل ارضية عادية خلص من البلاط وعامل جنبها ارضية من النجيلة وعامل فيها اللوفر الاولاد قاعدوا هنا لعبوا هو قاعد هنا زاكر كتب حاجة للشغل اي حاجة حاجة شكلها جميل ودمها خفيف هنا بقى كنبة وفوق كنبة مكتبة يعني هو دي لو ات عندك البلكونة ديئة ممكن تقفلها انت حر وممكن ما تقفلهاش وممكن تعملها قوضة زيادة لولد ربنا اكرمك بولد ما ماملوش مكان نعملها له لغاية لما يكبر بقى ربنا يكرمنا والروح مكان اكبر ربنا يفتح لنا جميعا هنا برضو نفس الحكاية قاعدة هي واخد حضن جميل خالص وفيها بقى موزعين انارة و انارة وورم صفرة وتدي دفع في المكان ونعد نتكلم نسيب المبالات شوية ونسيب الواطس دا لو في عندي تراس بقى دا مفتوحة هو من فوقه بس متراس قلنا بلكونة يعني لها سقف من فوقها ما لهاش سقف من فوقها بس متراس تمام حلوة فكرة برضو موجودة وعمل شمسية علشان خاطر هو مفقوهوش حاجة ضليل ممكن نعمل برجولة خشب ممكن نعمل هنا بقى خدنا الديزاين اللي في الحيطة طلعنا بيه في السقف يعني مشينا في الحيطة بلوفر رأسي وروحنا ماشيين بيه في السقف ماشيين بيه في السقف والارضية عملناها كلها ارضية ممكن الارضية اللي فاتت دي نعمل فيها خشب ممكن نعملها نجيلة كلها زي كده ونعمل حتة بس اللي هو مكان ما بفتح الشباك وبطلع هو ده اللي أنا ممكن اعمله بس بلاط يميني وشمال نجيلة وياريت نعمل فيه لو سمحت المزراب او نعمل فيه بيه بتصرف مية المطر وياريت نجيبني جيلة كويسة هنا بقى قاعدة بسيطة خالص طرابيزة موجودة عادي خالص طرابيزة للفطار تروح يفطر فوقه يعني هو او اتعشق او اعمل اي حاجة طرابيزة وهو ده الدزاين ده موجود اللي هو اللوفر اللي موجود ده موجود في العمارة اصلا اللي موجودة فهو الرجل يستغل عامل ايه هم عامللوا حاجة شكل حلو راح عامل طرابيزة يا سلام حاجة جميلة هنا ممكن نستخدم الصور انا استخدمتوا مرة قلتلكوا في الايه في اننا نعمل شواية طب ما انا ممكن نعمله مكتب الناس اللي بتشغل حاجات اونلاين الناس اللي بتشتغل بعض شغلة مكتبي اقعد في البلكونة واستنشق هوا جميل واخد هوا جميل واستنشق هوا تنفس هوا جميل وانبسط واستمتع هنا الموضوع في زحمة شوية في بعض الناس بتقول لي احمد انا بحب جول ان انا يبقى عندي انتيرور في بيتي ازا المطعم المطاعم فيها انتيرور كتير اممكن انا برضا كشركة متخصصة شوية في المطاعم او بنعمل مطاعم كتير فالموضوع ده بيبقى بالنسبة لنا يعني ازاها وظف حاجات بتعمل في مطعم بتتعمل عند حد في بيت فمن ضمن الحاجات الافكار احنا مرادة هالناس بلقوا يرايقوا في حاجة زي كده هنحن نجيب جزوع الشجر تقطع احنا عندنا بقى في مصر بقى ممكن نجيب شجر كفور ونقطعه ممكن نجيب شجر زنزلخت ونقطعه الشجر ده موجود كتير جدا جدا ونقدر ان احنا نعلقه على الحيطة كده مع شوية انارة بسيطة مع كنبة لو الارضية المساحة مش كبيرة مش هتتشاف ممكن نبلطها عادي خالص وتبقى كنبة عادية وحيطة فيها شوية شكل ويبقى لوحد قاعد بتفرج على حاجة جميلة وشكلها كويس ومقبولة ودرجة الحرار بتبقى جميلة حتى لو بس اكيد هتبقى أقل من البيت من جوا يعني فيه تاني اهو اهو انا سمعت بقى الله سمعت الناس بتقول الله والله دي مرجيح ممكن نجيبها ونعلقها في السقف كل اللي حركة تعمله هتجيب هلتي وهتخرم خرمة في السقف وهتجيب مواد تزريع هتجيب مواد تزريع وهتجيب جنش باكمن لو سمعتوا الكلام ده واحدة واحدة أقوله تاني هارسة بيهو بسيطة خالص المقادير معايا أول حاجة حركة هتخرم بهلتي الهلتي ده مثلاً وليه كل 12 ملي كويس وهتروح تجيب جنش باكمن اكمن وهتجيب مادة تزريع هتبتلي بعد ما تخرم تبتلي تملى بمادة التزريع مادة التزريع دي بيبقوا مادتين على بعض بتخلطوا وساعة بيبقوا مادة واحدة بتملى بيها بس بجوانتي لو سمعت عشانها بتطلعش من دين تملى 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 مكان لإيه الخرم اللي انت خرمته وتروح جايب الجنش بالأكمن تروح حطه وتبتلي الدقة عليه وكذلك الخرم التاني تبتلي تعمله وتدق عليه هو كمان وتسيبهم ست ساعات ده وقت كافي لكن لو سمعت سيبهم انت أكثر شوية 12 ساعة دول الجنش الـ 12 ملي ده والجنش الـ 12 ملي ده يشيله ربعة طن يشيله وزن ربعة طن وانت متطم كده ومرتاح حلو وعلق بقى فيهم المرجحة بتاعتك اعملها انت بنفسك اعملها بنفسك هتلوح خشب كده هوت وشوية حباله وعملها وقعد بقى مبسط واستمتع وتمرجح وعيش حياتك اه دي عموما واحدة من الصور اللي كانت جايلي من عميل كانت عجباء هو عملنا هو في الديزاين اللي معمول ده معمول الضهرية بتاعت الضهرية معمولة مثلا دهنات معمولة خشب معمولة سراميك وتفر وعمل عليها شوية أرفف وحطت على الأرفف دي بشكل عشواء يمين وشمال كده شكل احنا بنسميه بالناوي لو حاجا يمين وشمال عاملة زي المابينة عاملة زي الشكل اللي وراية ده بالناوي طوب يعني هنا زلط وفو 6 تين جيلة بس زلط وفو 6 تين جيلة الزلط ده موجود في البستين اللي عاوز يشتريه موجود في البستين بسيط خالص وسهل خالص ملقتش في البستين هات أي زلط يعني مش حاجة مش ضرورة وما فيش حاجة ضد الصحة ومع الصحة كله نظيف وكله جميل هاته واخسله وحطه اي زلط تمام بتخاف ان الاولاد في السن معين تبلعه لا هتهلنا تين عشان هنتكلم كمه كمه عليها خاف ان الاولاد في السن معين تبلعه وخاف ان حد يحدف به ممكن يثبته بجراوت عمله مونة وثبته بجراوت ويثبته بقى جميل جدا هات بقى اللي بعدها دي جميلة خالصة ايوهاتها ايوهاتها دي دي فرقنا من الاركان عمل مسلسيا فوق بعض حط فيهم زرع ممكن يكون زرع طبيعي جميل جدا ممكن يكون زرع صناعي جميل جدا المهم انه عمل زرع برضه اللي الزرع والحاجات دي بتعلم اولادنا هو بيشوف حاجة بتنمو قدام وبيشوف حاجة بتكبر قدام ودي حاجة كويسة جدا بيبتل يشوفه يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى ودي حاجة مهمة جدا ان احنا اولادنا يبقوه طلعين ونشئين على ده هات اللي بعده بقى لو فيه هنا برضه عمل عملنا زي دكة وقدامها ترابيزة دكة وقدامها ترابيزة حط زرع صغير كده مستطيل في الجنب هنا كان بقى ولا ترابيزة عليها برضه شامعة عليها حاجة من اللي بتنور كل ده بيدي روح من البهجة في المكان يعني جميلة جدا ده لوفر من اللوفرات التانية بس هو هنا بقى عامله يعني عامله بزمة شوية لوفر وعليه مجموعة زرع والزرع بقى مدلدل ودي فيه في العالم دلوقتي اتجاه كبير جدا ناحية حاجة اسمها جرين وولز الحوائط الخضراء الجرين وولز او الحوائط الخضراء دي بتدي طاقة كبيرة جدا في المكان بتدي راحة نفسية كبيرة جدا يمكن انا مش عاملها في مكتب انا عامل في مكتب حاجة تانية بس كتير جدا من اصحاب المكاتب النهاردة واصحاب الشركات بيروح عامل الظهر اللي وراه جرين وولز حيطة خضراء حيطة خضراء بتدي راحة نفسية للمكان كبيرة جدا يمكن هي بره بتتعمل حاجات طبيعية خضرة طبيعية لكن طبعا انا انا افضل ان اتبع حاجة اصناعياني علشان خاطر الصيانة بالحاجات دي هنا برضو كنبة بسيطة خالص وقدامها طراب ستين صغيرين في جزء اللي هو في اتلال بلاكونة مثلا عندك البلاكونة فيها حتة كبيرة وحتة صغيرة ستين استغل الحتة الكبيرة دي حط في حضنها كده ايه كنبة اولي حاجة ممكن تعمل تحتها صحارة بقى تحط فيها حاجات جميلة والجلد اللي برا دي بقى تربروف ايه صحارة هي جميلة جدا هتفتحها تحط جوال حاجة ويعمل الخدديات والحاجات بتاعتك دي وتربروف تقوم الشمس وتعيش معاك وتبقى زي الفل وتبقى جميلة جدا اهي برضو صحارة تانية معمولة في فكرة تانية ايه الموضوع سهل خالص واي نجار يعمل هنا بقى راح واخد الفكرة راح واخد بزء مثلا وليكن مثلا نيش قديم عندي بوفيه قديم عندي اي حاجة عسكري الحاجات اللي هيبتسة الكبيرة اللي في قوضة النوم دي سام عسكري ورا حططها في البلاكونة جزامة ورا حططها في البلاكونة عايز يعمل منظر يعني انت ممكن تعمل بابسط الافكار حاجة بازت عندك ولا حاجة اه يوقف انت دهنها هتلاها لون ودهنها وخليها شكلها جميل وحطها يقط فيها شمعتين وحط فيها وردتين حط فيها صورة حطها وجمل البلاكونة ووقت فيها واشرف فيها الشاي بقى وبلاش سجاير هنا لوفر بس بحجمها اصغر شوية لان البلاكونة هنا صغيرة شوية فاللي عاملها مرضيش يزحم الدنيا فلما عشان ما يزحمش الدنيا ارى عامل حاجة خفيفة ولوفر خفيف خالص وبقاعد وحطة الكورسي قدام وانا ممكن اقولوك على فكرة بقى على حاجة نكمل الصور وقبل ما نخلص الصور اقولوك على تمرين حلو ممكن اعمله اسم تمرين الصندوق يلا حاجة بقى لاش كده هنا برضو عامل بقى تجلدة من الخشب بس راح ايه عاملها عالي واطي علشان يعمل فيها العمارة ضل ونور فهو بيعمل بقى عالي واطي كده علشان يعمل ضل ونور لما الشمس تضرب بشكل الضل مع النور مع الحاجات يبقى جميل جدا وهو ممكن تقفلها زي ما هوم قفلها ممكن ما تقفلها ايش سيبقى مفتوحة هنا بقى لو انت عندك مساحة كبيرة ممكن تعمل في روكنا يعني انا كنت في مصر الجديدة مرة كنا بنعمل روف وعملنا فكرة زي كده ان احنا عملنا الروكنا دي كأنها جنينا هي مش هي ديت عموما ديت احنا جايبينها من على بنتراست بس فكرة ان احنا انت تعمل حاجة زي كده هو على الروف انت تجيب زرع وشجر وزلط وارضية وبتاعك جميل جدا ويعود نيجي معك اصحابك ويلعبوا بلايستيشن ويعودوا معاياك وتكلموا اكيد لما يبقى فيه قدامك المنظر ده اكيد حياتك هتبقى احسن اكيد هتبقى قبولك للحياء اكبر هو ده المطلوب هو ده اللي احنا بنعمله ان احنا عايزين نوري الناس ده ابعت ايوا بقى دي برضو كنبة دي ستايل فرنش شوية ان هو نعمل الكنبة وفقيها في الظهرية بتاعتها الشباك او حاجة بس ممكن لو انت عندك البلكونة والبلكونة واسعة تخلي اللي قاعد هو قاعد وجنبه كده الشارع جنبه كده بره او الدور دي جميلة جدا دي ستايل فرنسي ممكن بقى تعمل فيها صحارة زي ما هو عامل واخد بلك تبتلي لو الصور عندك عريض شوية تبتلي تحط الزرع لو مش عريض عرضوا انت فاكرين فكرة الشوالي وانهالقوا اعملها من بره بس ايه زرع اكيد انك عرضتها يبقى الواحد قاعد جنبه كوباية الشاي وعمل بيتفرج عمل بيقلب في الواتساب عمل بيعمل شيرشي بيقرأ كتاب بيتعبد بيزكر بيعمل ايه حاجة برضي دي فكرة بس دي فكرة بقى شيب شوية هي مش شيب علشان هي فكرة فقيرة هي عشان مستخدمة من حاجات اكسبوزد او اندستيريال زي ما بسموها دي البلتات عارفين السراميك بيجي على بلتات زي دي البلتات دي موجودة بقى لو انت حرك على الدقري فيه في مؤسسة الزكاة وفيه في اليوب وفيه في طوخ وفيه في كل حتة حضرتك هيجيب شوية بلتات وهتفرجهم تحطهم زي ما قلنا في الحلقة بتاعة المعالجة المناخية قلنا جيبي البلتات دي حطها على السطح بتاعك علشان تقلل شوية درجة الحرارة تعمل ضل فتقلل درجة الحرارة تحتها لا استخدمها هنا بشكل تاني حضرتك وعملها كهنا بقعد عليه مش حاجة مش مكلفة ما عندكش حاجة مستعدة تجيبها ومش حايز تشتري البلتات سهرها 30 جنيه ولا 35 جنيه ولا بتاعها حاجة سهرها بسيط يعني هتروح تجيب لك عشرة ولا جيب لك حاجة مفيش طاقم عمره هيكلفك 500 جنيه هي هتكلفك بتاع 500 جنيه او 700 جنيه هنا بقى البلكونة ضيئة خالص والبلكونات اللي هي واخدة شكل الشبه المنحرف دي برضو موجودة فكان لازم نجيب نموذج منها هو حطة الكورسيين وعموما برضو احنا يمكن اجيب برضو اصير تعلم الطاقة الكورسيين كل ما هم 45 كل ما هم مش متوازين كل ما هم الكورسيين دول زاوي 90 بينهم وبين بعض زي القاعدة دي كده كل ما فيه تواصل بيبقى افضل ما بين الناس يعني انت حداك لما تحب تحل مشكلة مع حد قعد عمودي عليه متعودش في وشه ومتعودش جنبه تمام دي بلكونة ثارية جدا بقى معمول فيها خاشة ومعمول فيها انجيلة ومعمول فيها لوفر ومعمول فيها بوكسات وانا شفت ديزاين بتاعها الناحية التانية برضو فيه عفوا شواية وحاجات كده ده ديزاين ثاري جدا وجميل جدا 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 هنا بقى عامل مش عامل بقى حوض لا ده هو عامل في الارضية زلط وراح مطلع منه شجر صناعي ممكن تعمله شجر طبيعي لو عندك منسوب تحت السراميك 10 سنتيو ولا حاجة ممكن تعمله ممكن تزرع في الحتة لي تعزلها كويس جدا وتبتلي ترويها بطنقية نقط مية لو مش عاوز تعمل ده ما تعملش ده مفيش مشكلة خالص هات حاجة صناعي مالحاجة الصناعي هو الحلق طبعا حاجة الطبيعي هتدينا اكسوجين وهتدينا وحنا قلنا البلد يوكل حاجة رباني طبعا توكل يعني بس اللون اللي اقدر في حد ديزاين تقيمة اعمل حاجة بسيطة هاتنيجيلة زي دي تحط اصريتين زرع وكانة بصغيرة خالص لعيال تقعد عليها لو انت فيه بلكونات كبيرة اللي هي الفرندات الكبيرة دي بق فيها عمدين ساعات على الواجهة ممكن تعمل شواية فيها زي كده تعمل فيها شواية زي كده على فكرة وجود شواية في البيت ده هيخير الروتين انت بدل من تطبخي في المطبخ اللي احنا هنتكلم بقى حلقة كبيرة كده على المطبخ وتصميمات المطبخ والجديد والقديم وكل الدنيا خدي مرة وطلعوا شوي خده مرة وبطين على شوية مش عارف ايه وعلى الجريلة ديت وحاجة والعيال تاكلتهم يوم جمعة يوم اجازة يوم بتاعه بقى والله طب سبحان الله انا مكنتش فاكر ان الصورة دي خالص اهو حاجة شيشة هوت وبتاعه حاجة بسيطة خالص هنا برضو نفس الافكار بس هو راح بدل ما يعمل في الكنبة ادراج او بدل ما يعملها صحارة راح عامل فيها الكوف اللي انتو شايفينه ده شايفين الحتة اللي هي معدودة جوا ديت اللي بتاعه حط برضو فيها حاجة تبقى ظهرة بحس لو فيه بنوتة اللي حاجة تروح تحط على رئيسها ولد يروح يحط عربياته يروح يحط فيه البتاع اللي بلف ده اللي واجعين دي بغنبيه البلابل ده ولا اسمه ايه هنا برضو عامل كرسي بسيط خالص من الكراسي بتاعتنا يمكن احنا عندنا في ثقافتنا في بلد اسمها مياي في الاديوبية البلد ديت بيعملوا لغاية النهاردة الجريد بتاع الشجر يعملوه كراسي هو مش مريح بس انت لو جبت شالتة وبتاعها هيبقى مريح وده مش غالي على فكرة خالص ده حاجة ما بتتعمل من اهم الفرعنة بتعمل من اهم الفرعنة الكراسي بتعمل من الجريد وجميلة خالص وزريفة وكل هاجه فيه طبعا البامبو وفيه الكلام ده موجود وجميل وزي الفل وحلو ومش غالي وفيه انا بقول لكم عليه ده شالتة بس اللي هتكلفها شالتة اعمل شالتة مثلا ما حملها سبعة سنتي ولا عشرة سنتي من نوع سفينجل كويس وهتليها نفسك قاعد ومسوط هنا ممكن نحط العجل بقى بالطريقة دي بدل ما نحطه في السلم بره ممكن نعلقه بالطريقة دي لو عندك عجلة بايزة ممكن تعلقها كده وتيجي على العجل نفسه تجيب ليد لايت وتروح لافف ويعمل شكله انارة وتيبه حاجة ضريفة جدا دي سمبل خالص اهي مش عايز تكلف اهمل دي اهمل حاجة زي كده بسيطة خالص وحطها كراف شوية ورد جميل وصباح الخير يا جارك انت في حالك وانا في حالي ولا صباح الخير يا جارك دي بلاكونة برضو ثرية بقى فيها شوية حاجات بالسينة ما عملش خشب عملنا اللوفر او الحوامل دي عمل لها من المعدن الفورفور جي ممكن تجيبها وتعيش معاك وتبقى جميلة وكل حاجة وزريفة جدا وفيها برضو كان بقى وفيها مطل وحاجة حاجة 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 عباها يعني مشوية وردة هم حاجة عظمها هنا بقى لو انت تراس انت عندك تراس وحايست تظللوا اعمل له برجولة مش لازم بقى تعمل برجولة بقى وحاجات وجمالون وحاجات طالعة ونزلة وبتالي عموك تعمل لوفر بس اه وايم ايمين وعارض وهم كل شوية ربات بس ازال فورفة حاجة بسيطة خالص وطلع جميلة ممكن بقى تستخدم تسلم قديم عندك زي كده سلم قديم زي السلم الي عندك ده عندك سلم اهو وروح شتلي سلم ما هو مش غالي برضو بربعممية جنيه اللي حاجة مش غالي وحطه وحط عليه شوية حاجات مصمره بس وستثبته في بعضه عشان ما يفتقى ممكن تستخدمه يعني ممكن يكون بتستخدمه إن هو دي كورة لو إنت ملكش استخدامك تقول له ما عندكش دريسنج عالي ما عندكش حاجة عالية أو لو هتستخدمه مرة مرتين في السنة يبقى شيل شوية الحاجات دي لو سمحت هتوهم على جنب واستخدمته دي كورة واستخدمته وده إيه عادة تدويره زي بتوع كورة ما بيعمله عادة تدوير اللعبة إحنا بنعمل عادة تدوير برضو الحاجة ده بقى لو بلكونة ربعة كده وحلوة وكبيرة اللي بتاع استخل لها بقى شوية ما أكتر من أكتر من أي استخدال واحملها مكان واعمل بقى جرين وول في جنب واعمل أرضية مميزة واعمل فيها حتة كده زي شجرة كريسمس مثلا وفي مناسبة الكريسمس تحودوا في المكان ده وتحتفلوا بالكريسمس تحتفلوا بعيد السنة تحتفلوا بأي مناسبة تبقى حاجة جميلة جدا وممكن فيه في الجنب كان فيه إزاز ولا حاجة هنا برضو نفس الحكاية كل اللي موجود حاجات بسيطة كم حوط زرع كده صغيرين ورح حطتهم على حيطة كم ورح حطتهم على الأرض كم حوط زرع ورح حطتهم على الأرض الصور كبير شوية رح زارع فيه الصور اللي هو ده اللي علشمالنا في الصورة ده زارع فيه هو كمان وبالكونة صغيرة مش كبيرة هنا رح عامل مشاية وراح عامل بقى حاجة فيك بقى أنا هعمل إيه بقى؟ هروح عامل زي بحيرة وحاولها شوية زلط هعمل حاجة كده زي ما يقولوا مكت أنا هعمل مكت انه أنا قاعد جوا كمباوند وانا عندي كل اللي عندي بلكونة صغيرة هروح عامل كين جوا كمباوند وعملت بقى بحيرة وعملت شوية شجر وفاصل يا جدح رجع نالكو بعد الفاصل هو بالمناسبة يعني مش عارف والموضوع العلاقة بيه بس يمكن أنا تنشات في بيت بيحب القرآن الكريم وبحب الشيخ مصطفى السماعيل فهو كان رحمة الله عليه كان بياخد وقت طويل شوية علشان يسخن وبعد كده إيه؟ لما يبتدي جلجل بقى ويعلى ويوصل لأعلى درجات الرقية في الأداة القرآني كانت لها مرة هتلقوا تصرق الله العظيم وروح مصدق ويمكننا بعمل فاصل كده حبا فيه أكيد أنا بحب الشيخ مصطفى السماعيل رحمة الله عليه وبحبك وبحبك كل الناس طيب إحنا خلي بالقوا اللي إحنا بنعرف ده ده أفكار إحنا بنعرفها للناس ضمن حملة الصوار لتجميل الديار كلمني يا أحمد أنا نفسي جميل بلاكونتي هروح واخب بعضي وجايلك والله وأقول لك تعال أنا دي الفكرة هيو يا اتنين الفكرة دي تنسب بلاكونتك وأقول لك تعملهم إزاي وأنا مش عايز منك فلوس لأي وأقول لك تعملهم إزاي وتجيبهم منين وننزل نجيبهم سوا يا سيدي وحاسب أنت على المشاريع وباليكش دعوه وأتلاقي لي بقى ملالة إحنا عمين بقى البلاكونات دي موضوع مهم جدا وعندنا كتير وهنزل على الصفحة بقى كتير وهتلاقونا في اللايفات كتير بعد كده إحنا معانا دلوقتي شخص مهم جدا هو الأستاذ ولي الدين عاطف عبد الرشيد هو بقى مسؤول معانا مع صديقي كمال أبو العلا اللي أنا بصراحة أدين له فضل كبير جدا البرنامج ده قايم علينا كده ومعانا مروة كمان وهي بقى معانا بستاني بس لسا فتكر بقى مين معانا طيب إحنا الموضوع مش هوقف عند فكرة البلاكونات لا ده إحنا ممكن نجمل حطانة والببان ده إحنا ممكن نجمل حتى مفتاح الكهربا طيب نخش بلو نخش بالببان تعالى بسم الله أدي باب لو ابنك لقته بيحب المزيكة أو لو أنت بتحب المزيكة أو عايزه يحب المزيكة يعمل له الباب كده لو أنت نفسك ابنك يطلع أهلاوي أعمل الشعر بتاعنا ده إحنا على الباب حبيته يطلع زمالكاوي برشلوناوي ريال مدرداوي حط له الشعر هنا بقى ده 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 نيو كلاسيك إنه أعمل بنوهات وحاجات كده نيو كلاسيك وروح جاي أحمل ده فوسه طيب إنتوا إيه رأيكو إيه رأيكو في الشياكة إيه رأيكو قد إيه هراقي قد إيه جميل قد إيه ناعم قد إيه حلو الباب يعني إنت حتى أقولك إيه الباب ده هو اللي بفتح الرز يعني أي حاجة لها علاقة برز تحسينها جوا باب فنجمل بباننا ربنا سبحانه وتعالى يجمل حياتنا كلها والله وده جوا تصميم نيو كلاسيك هنا ممكن نعمل بقى شوية حاجات كده بقى رانيب وميكي ماوس ومعرفش أعلى الببان ممكن تبقى من جوا الأوضة ومن برى الأوضة لو أنت مش عايزة عشان تضيوف ويعمل لي لدي تأعيزها مفعلش مشكلة لو أنت عاوزة تعملي ده من برى ومن جوا حلو استيكارات كل اللي هتعمليه استيكار هتنزلها تطبعيه هتقطعيه هتروح ملا إزاي أقف يرسمي بإيدك مش حاجة أدي باب ممكن من برى بقى شكله كده ومن جوا شكله كده ممكن هو كان كده وبقى كده رسمة بسيطة خالص ومعمولة على فكرة بألوان جميلة وديزينات تناسب بقيت نو حاجة جميلة جدا على باب قشرة جميلة الناس اللي بتحب تلعب استيميشن مثلا بتحب تلعب اليوجي والحاجات بتاعة الأطفال الغريبة اللي احنا بنسمعانها دي أو حاجة ظريفة ودماء خفيفة باب برضو فيه شوية شغل كده فرزاتشي تقريبا يعني this kind of design called فرزاتشي يعني فده حاجة زي الفرزاتشي كده دماء خفيفة وظريفة ومية مية وبرضو ماشية مع نيو كلاسك يعني هو نفس الحيطة بس مرة قولنا والله إيراك تعملها كده ومشي جدا مع الجو وبرضو اللي بحبه المزيكة بقى والشباب والتيكنو والحاجات اللي بيحبوها الأكتف نعملها لو نعملها خلا تفرغ الطاقة اللي بواهم شوية نخش في الحوقت ايه بعد يا سلام حضرتك عندك موهبة ولا ولا شخبطه على الحيطان شخبطة جميلة خالص وألوان جميلة ممكن ديبقى ورق حيطة يا ماشية ممكن نعمله ديزاين ونروح عند حد يطبعه ونعمله على الحيطة ممكن نعمله إحنا بقدينا نقف نرسم ونعمله إحنا بقدينا ممكن نجيب حد متخصص مفيش مشكلة بس خرجنا برا الشكل التقليدي خرجنا برا الأيتمز اللي كلناس تعرفها ليه يا ورق حيطة يا تجليدة حملنا حاجة جديدة خالصة هوا ترسمها شكل جميل خالص جدا من اللي إحنا لو أنتم فاكرين الأشكال اللي إحنا قلنا لكم إن الألوان لها علاقة بالطاقة ولها ترتيب اللي هو البنفسيجي، الأزرق، السيان، الأخضر، الأصفر، البرتقاني، الأحمر معمولين في نفس الفكرة إحنا حتى جبنا نفس الصورة دي مرة بس هي لسمناها على الحيطة رسم ملقناش تتعلق روح لرسمينها رسم في حاجات بقى كتير هات تاني هات تاني هات هات دي إحنا عندنا كتير أو حطين فوق بعض هم تتمعمولين ممكن تعملها في قوضة بالشكل ده ممكن تعملها في قوضة بالشكل ده وشكلها جميل ووغدة مساحة وحاجة لوونية جميلة جدا ممكن تبقى بتستراكت ممكن تبقى حاجة مقصودة أي فن المهم نجمل حياتنا ورد ورد خلوا حياتنا كلها ورد كده وجميلة ومبهجة وخلوا حياتنا حلوة كده وخلونا نبسط ممكن بقى ما نعملش بالألوان ممكن نعملها بأن احنا نعمل شاسيهات حديث بسيطة زي كده نحط فيها شامع هتدينا مناظر جميلة جدا والله هتدينا حياة جميلة جدا برضو فيها البربل وفيها الأخضر وفيها كل الألوانات فيها كل الخريطة اللونية اللي هي تأثر على الطاقة وتعمل تعادل اللي هم السبع الألوان اللي قلنا عليهم ده ممكن تعمل بالدهنات وده ممكن تعمل بايتكتشر في حاجات بقى احنا قلنا لكم هنكلمكم عن الدهنات في حلقة كاملة وهنوريكم كمان عملي وهنطلع لايف الحاجات دي هتوريكم نقاشين وهم شغالين في اختيار ونوريكم الدونة دي كلها هنا ده فن أبستراكت يعني معمول كأنه بيرش لون في لون في لون في لون جنب بعضهم بيعملوا المنظر ده في الآخر منظر جميل جدا وغير مكلف بالمرة إلا لو انت جبت حد بقى متخصص ساعتها هيبقى في أتعابه لكن هو نفس الألوان نفس كل حاجة هترف تعملها عملها ما تعرفش تعملها استمتع بوجودها حتى لو هتقلبها حتى لو هتجيب الحاجات دي بتعمل سرش عليها والله دي متعة في حد ذاتها زي فكرة شوبنج أنا وانا لما كل ما بنزل عمل شوبنج باشتري لأ بس ممكن نزل عمل شوبنج وماشتريش بس اعمل شوبنج واتفرج وانبسط واستمتع ما مقعدش ياريتني معايا فلوس وياريتني جبت ويقول لا لا استمتع وانبسط ده استمتع ده استمتع مهم جدا يا جماعة نبقى عارفين ان احنا نجمل حياتنا البلاكونة اللي عندنا نجملها مهت حراك لو جملت البلاكونة وامو محمد اللي فقط جملت البلاكونة وابو مايكل جمل البلاكونة اللي ماشي في الشارع هيبقى شاف حاجة جميلة فيروح يجمل بلاكونته نجمل الاسطح بتاعتنا ليه اتحاد الملاك في العمارة ما نتجمعش مع بعضنا ونعمل في العمارة بتاعتنا نروح جاي عاملين السطح وفي مبادرات ومشاريع كبيرة جدا نتعاملت لده في مبادرات معمولة لتجميل الاسطح ليه ما نعملش ده نعمل ده لو سمحتوا بعد اذنكم نجمل الاسطح نزرع شوية جرجير وطماطم وفلفل والله ده مهم هيبقى خفيف وجميل والناس ستمزد وفي النهاردة حاجة اسمها الاشكار المقزمة شجرة موزق ارتفاعها متر وعشرة سنتي ممكن نجيب الكلام ده كله ونعمله والناس تمبسط وتتعاون مع بعضها وابقى فيه دفء اجتماعي والناس تبتري تعرف بعضها شوية بدء ما احنا عملين نسمع على ده اكل وده عمل نخش على البعد وايه قول قول ما سمعتكش اه خش ده بقى دي فكرة عسل دي مفاتيح انارة انا بصراحة وانا بعمل سيرش كده دهوت على الفيسبوك لقيت حد من الصفحات اللي هي الاعلانات عامل اعلانات الراجل انه هو بيبيع الحاجات دي فبصراحة استهواني جدا الموضوع واحترمته جدا الراجل علبت مفتاح الانارة حاطت جامب سباي درمان مفتاح الانارة التاني حاطت جامبه ميكي ماوس واسور جميلة جدا وروها لنا يا جماعة اهو الراجل انتخ ومريع خالص اهو وعمال مسك كتابه وعمال يقره اهو اهو مايكل جوردن اهو ايمن حليب ايمن حليب عشان صديقي بيحط الباسكت اهو حاجات بقى جميلة فيها اسكال بقى هليكوبتر ومعرفش اندرويد وواحد بيتزلج ومرجيحة وحاجات جميلة خالص ودمها خفيف وظريفة وزي العسل زي مايقوله اهو لو هنا عندنا اللي هي بتاعة الفاير شكلها بصراحة في البنوك بيبقى لطعة انا عشان احملت بنوك كتير فبصراحة شكلها بيبقى حاجة لطعة كده اهو افكار الناس عاملها وجميلة ودمها خفيفة وظريفة هو اتواحد غواص واكنها هي بتاعة الاكسوجين الوراه يمكن لها واحدة تانية معمولة بشكل تاني بس برضو غواص غواص في بحر النغم في واحدة تقها بس ده من ظهروا بقى وظريفة وجميلة وحلوة وزي العسل وكل حاجة في واحدة كمان تقريبا عشان خطري اه اتنين انشاء دول بقى خلاص دول دفعوا الكهرباء فالله ارحمه راحت الكهرباء بقى ماتت الله ارحمه ده الراجلة هو تواقف يعني الراجل غواص برضو لسه هينط تقريبا لحاجة جميلة خالص وافكار جميلة افكار بسيطة اعملوا سيرشو خشوا اعملوا سيرشو ومبستوا واستمتعوا معنا هاي هلوكوبتر هاي وطايرة ومقلوبة وكاعدة راجل عبو خريب صراحة اللي عمل الفكرة دي اي المروحة التقليدية وراح عامل فيها الهلوكوبتر وراح عامل فيها حركات بسوا يعني حاجة بصراحة فاصلة كدحة